السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير الكلام دائما دوا به بالصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام تمنى لقاكم هذا الفيديو بخير فقاة صحة والعافية ان شاء الله وصفتنا اليوم الملمع او النبج اللي كلمع به الفواكه كأتوح تلمعه رائع جدا سهل وسريع في التحضير مكوناته مجده في كل بيت وبثلاث مكونات فقط كتحصلوا على ملمع بتاع الفواكه للطرطولات او ممكن تستعملوه في الكيكات اللي كتكون بالفواكه رائع جدا وقد تتفادى ان الفواكه تسود لكم او تكحلكم تبعوا الفيديو للاخير باش تستفدو اكتر ونخليكم مع طريقة تحضير فورجة ممتعة بالنسبة المكونات كنحتاجو كأس من السكر الخاشن اي سكر ساندة بنفس المقاس انضيف الكأس من الماء يعني بنفس المقاس استعملنا كأس سكر هنستعملو كأس من الماء استعملتو 2 كؤوس سكر هتستعملو 2 كؤوس من الماء بالنسبة هنا عندي ملعقة كبيرة من الجيلاتين اللي تيكون بودرة وعندي كذلك ربع كأس من الماء اللي تيكون مغلي جدا هنا اول حاجة ناخد ملعقة من الجيلاتين بودرة ونضيف له ربع كأس من الماء اللي تيكون مغلي جدا وبالملعقة كنخلطو جيدا حتى كيدو بلنا تماما بهذا الشكل هذا كما كتشوفو هنا من بعد مداب لنا بهذا الطريقة دي كنحطو جانبا وندوزو نكملو الوصفاتان في واحد انكاس رول كنضيف كأس من السكر الخاشن اي سكر ساندة ونضيف له كأس من الماء مباشرة كنحطو على النار مع التحريك المستمر حتى يعني كنحطو على النار مع التحريك المستمر حتى يعني كنحطو بواحد حركة خفيفة بدم ماء كيقرب يدوب لنا السكر باش ميتحرقش لنا من تحت يعني نعطاه الوقت ونخليه حتى كيغلاليه جيدا هنا من بعد ما غلاليه بهذا الطريقة هذي كنخليه تدقيقتين من بعد ما دازت دقيقتين من الغلي كنضيف الخالط بتاع الجيلاتين والماء اللي كيكون مغلي جدا من بعد ما دوبناهم تماما كنضيفه وكنخلط الخالط بتاعي بالطراب اليدوي مع التحريك المستمر مكنزولش اليد بتاعي كيف كتشوفو الخالط اعطل لون ابيض بهذا الشكل هذا وهنا انفو يبدأ كيغلاليكم هنا منين كيغلال كيبقي طلع او كيفور كيطلع الفوق خلاص كنقفل علي وكنزولو من النار بهذا الشكل هذا هنا كيبليكم القوام سائل جدا فمعليش هنا نهضر معاكم اكثر كيفاش تحصاب دوبي في الثلاجة هنا كنضيفو في واحد زلافة ديال الزج ما كتضيفوش البلاستيك باتاتا باش مكتفدو انها الدوب لكم وكنضيفوه في واحد القرعة محكمة الغلق جيدا كتتغلق جيدا وكتضيفوها في القرعة ديال الزج من الاحسن كتخبيوه في الثلاجة كل ما تحتاجوه كتخرجوه من الثلاجة كتلقاهوه جامد معاكم جمد معاكم بالجيلاتين كيفاش ندوبوه كتدوبوه في حمام مائي اي في حمام مريم الماء اللي تكون مغلي جدا كترجعوه في الثلاجة وكتخليوه يدوب معاكم مع التحرك المصامير حتى يدوب لكم ان شاء الله يكون جاهز عندكم يعني بدون ما تشريوه بالغالي يعني مكوينة اقتصاد ديال وقليلة كتحصلوا على ملمع او نبا جرائيه هنا خليني نجرب معاكم في واحد اللي تختولت بفواكه كيف كتشوفو بالفورشات كنقلم مع الفواكه بتاعنا ويعطي واحدة المائة رائعة جدا يعني نباج ناجح مئة في مئة رائع اللي ما متوفرش عندكم الجيلاتين ممكن تستعملو غير الماء والسكر تخليو يغليليكم جيدا يعني ما تعطيوش هدكل اللون اللي كيكون احمر كيف كتشوفو ما شاء الله كعتات المائة رائعة بالنسبة لها الطريقة بتاعت تختولات او ميني تختولات لصهراتكم هنخليليكم الطريقة بتاعتهم في صندوق الوصف كي يجيوا رائعين للدادين وشاشين اتمنى الفيديو دي لهد النهارين الارداء بتاعكم ان شاء الله نخليكم في امن الله وحفظه الى فيديو قادم ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة